قالت نقابة القضاء الفرنسية إن السلطات القضائية بفرنسا تعاني قانوناً بعد قانون تعاني من إرساء النظام شرطة ينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم ويحرمهم من الوصول إلى العدالة ويمنع المراقبة القضائية الحقيقية للشرطة باسم الأمنة وأكدت النقابة في بيان أنه ليس للعدالة إخماد ثورة معلقة على العنف الذي هز فرنسا منذ الثلاثاء الماضي منذ بقتليفة من أصل الجزائري على يد شرطي فرنسي وأبرزت النقابة أن الحكومة ورئيس الدولة وبعض النقابات نقابات الشرطة يخدمون هدفاً واحداً فقط يتمثل في عدم مواجهة السؤال المنهجي الذي تثيره مرة أخرى وفاة مراهق من حي شعبي تحت رصاص الشرطة وطالبت النقابة بإلغاء فقرة من قانون الأمن الداخلي تسمح باستخدام السلاح في حال رفض الامتثال مشيرة إلى أن التزايد المرعب للوفيات والإصابات بالنيران الشرطة خلال عمليات التفتيش المروري يقدم أدلة مأساوية على تزايد نعدام الأمن للمواطنين في علاقتهم مع الشرطة